أقول لكم نتائج مباراة اليوم في دوري أبطال أفريقيا في الجولة السادسة لأهل فاز على الهلال زي ما قلت لكم 1-0 هدف حسين الشحات في ديئة 74 الرجاء البيضاوي المغربي مع وفاق ستيف تعادل سلبي حتى هذه اللحظة والمباراة مازالت جارية دي مباراة اليوم في دوري أبطال أفريقيا وفي الدوري الإنجليزي الجولة 31 وإستهام يونايتد فاز على إيفرتون 2-1 وتوتنهام نتائج كبيرة على نيوكاسل 5-1 في الدوري الأسباني الجولة 30 باو فاز 2-1 على لتشي وريال بتيس فاز 4-1 على أساسونا غنات تعادل 2-2 مع رايو فياكانو وي فالينسيا تعادل سلبيا مع قادش برشلونة بهدف رائع لبدري فاز على أشبلية 1-0 بدري ده من النعم اللي بتدهننا كرة القدم كل شوية كده وحاجة عظيمة موهبة مميازة جدا في الكونفضالية في الجولة السادسة مازبي فاز 2-0 على المصر ونتيجة غريبة جدا ليبار تعادل أو خسر 2-0 من شبيبة الثورة الجزائري وولندو بايروس تعادل سلبيا مع الاتحاد الليبي والقطن الكاميروني فاز على معلش النتيجة تانية يا جماعة أقولها لي آه القطن الكاميروني خسر 0-1 من قطوه وقيوه في مباراة أيضا في هذه المجموعة اللي تضم أيضا المصري سيمبا التنزاني فاز 4-0 على الحرس الوطني وناطب بركان المغربي فاز 1-0 على أسك أبيجان الإفواري بيراميدز فاز على زاناكو الزنبي 1-0 والصفاكسي تعادل سلبيا مع أهل ترابولز وفي الدول الإيطالي الجولة 31 فيرونتينا فاز 1-0 على أمبولي وأطلانتا خسر 1-3 أمام نابولي ودينيزي فاز 5-1 على كالياري وسامبدوريا خسر 0-1 قدام إيس روما وواحدة من كلاسيكيات الكرة العالمية انتر ميلان فاز على يوفينس 1-0 بهدف من ضربة جزاء في جهة خادم الحرامين الشريفين دور نصف النهائي الهلال فاز 2-1 على الشباب نروح لمباريات يوم الاثنين وهيكا التالي في الدولة الإنجليزية الممتاز كريستال بلاس وي أرسنال الساعة 9 دي مواجهة الاثنين وفي الدولة الأسباني ريال سويزداد هيواجه إسبانيول الساعة 9 مساء في الدولة الإيطالية جولة 31 هلس فيرونا هيواجه جنوى الساعة 6 ونص وميلا مع بولونيا الساعة 11 إلى ربا كأس غادل الحرامين الشريفين الدور نصف النهائي هيواجه الاتحاد فريق الفايحاء الساعة 9 مساء مرة أخرى مليون مبروك للنادي الأهل النهاردة التأهل للدور القادم مليون مبروك بغض النظر هيلعب الرجاء هيلعب الوداد هيلعب الترجي هو النادي الأهلي ملك القارة أكبر فرق القارة الأفريقية حامل الله قبل عامين متليين برونزيت كأس العالم لعامين متليين من سيواجه الاهلي هو الذي يقلق وليس النادي الأهلي النادي الأهلي فريق كبير صحيح زي ما ترككم في الأول في دور المجموعات الأهلي لم يقدم أداءا كبيرا لكذا سبق مش هنخش في المجال ده ننتظر قرعة الدور القادم واي فريق يواجه النادي الأهلي يقلق من الأهلي وليس العكس